نتابع اليوم موضوعنا وهو اللي بدينا في المحاضرة السابقة وهو المسلمات المكافئة لمسلمة إقليدس الخامسة خلينا نذكر بالسلايد الأخير اللي أخذناها في المحاضرة السابقة كان عندنا هناك مجموعة من المسلمات التي تكافئ مسلمة إقليدس الخامسة وحكينا أنه رايحين نبرهن مجموعة من هذه العبارات أو المسلمات المكافئة لهذه المسلمة المسلمات المكافئة لمسلمة إقليدس الخامسة الأولى وهي من نقطة خارج مستقيم معلوم يوجد مستقيم واحد وواحد فقط لواز المستقيم المعلوم وسمينا هذه المسلمة بمسلمة بلايفيا المسلمة الثانية هي مسلمة إقليدس الخامسة أو مسلمة إقليدس للتوازي إذا قطع قاطع خطين مستقيمين بحيث يصنع معهما زاويتين داخليتين وفي جهة واحدة من القاطع بحيث يكون مجموعهما أقل من قائمتين فأن الخطين المستقيمين سيلتقيان إذا مدى من تلك الجهة إذن هذه حكينا التي هي مسلمة أقريدس الخامسة ثالثا إذا قطع قاطع خطين مستقيمين متوازيين فإنه يصنع معهما زوايا داخلية متساوية القياس وفي وضع تبادل بمعنى إذا قطع مستقيم مستقيمين المتوازيين فإن الزوايا التي في وضع تبادل شمالها متساوية القياس رابعا الخطان المتوازيان يكونان على بعد ثابت من بعضهما المسلمة الخامسة يوجد مثلث مجموع قياسات زوايا يساوي قائمتين أما العبارة الأخيرة السادسة هي مجموع قياسات زوايا أي مثلث يساوي قائمتين الآن بدنا نثبت بأن هذه العبارات متكافئة بمعنى إذا تحققت رقم واحد فانا تتحقق رقم اثنين وإذا تحققت اثنين تتحقق ثلاث وإذا ثلاث تتحقق اربعة وهكذا ونبدأ بالبرهان والبرهان أول نبدأ من واحد إلى ثنين بمعنى أنه إذا تحققت العبارة رقم واحد فانا ثنين تتحقق الآن إذا كان عندنا ألف با وجيم دال خطين مستقيمين يقطعهم القاطع ها وفي ها ووام بحيث أن الزاوية واحد زائد الزاوية ثنين أقل من مية وثمانين درجة إذا هاي عندي خطين مستقيمين اللي هو ألف با والخط الثاني جيم دال يقطعهم ها وواو في النقطة ها وواو بحيث أن الزاوية واحد زائد الزاوية ثنين أقل من مية وثمانين درجة الآن شو اللي بدنا نثبته احتمادا على صحة مسلمة بلايفير بأنه هذول الخطوط اللي هو ألف با وجيم دال يجب أن أو يلتقيها من وين من جهة با ودال من جهة با ودال الآن نفرض صحة عبارة بلايفير وهي من نقطة خارج مستقيم معلوم يوجد مستقيم واحد وواحد فقط بوازن مستقيم المعلوم ثم نثبت بأن ألف با وجيم دال يتقاطعان من جهة با ودال الآن عندنا من المعطيات أنه واحد زائد الثنين أقل من مية وثمانين درجة وهذا يعني بأن الزاوية ثلاثة زائد الزاوية أربعة أكبر من مية وثمانين درجة لاحظ الآن بما أنه عند الزاوية واحد زائد الزاوية الثنين أقل من مية وثمانين درجة بلدي أرسم شعاع اللي هو ها كاف أرسم هذا الشعاع بحيث إني أشكل زاوية اللي هي هذه كاف ها واو مع الزاوية واحد تساوي 180 درجة يعني أرسم شعاع بحيث أشكل زاوية جديدة طبعا هي رايح أن تكون أكبر من الزاوية 2 اللي هي كاف ها واو هذه الزاوية زاوية واحد يساوي 180 درجة لاحظوا هذه الزاوية اللي أنا شكلتها زاوية جديدة وهي كاف ها واو مع الزاوية واحد هي في وضع تحالف في وضع تحالف ومجموع قياسهم 180 درجة هذا بالعمل أنا رسمتها رسمتها كاف بحيث أنها تكون هذه الزاوية مع هذه الزاوية 180 وبالتالي بالتأكيد بأنه مجموع قياسهم 180 درجة ووضعهم وضع تحالف معناته هذا الشعاع أو هذا المستقيم كاف ها يجب أن يوازي جيم دال لأنه في عنا نظرية رقم 28 في كتاب الأصول لأفل نستخل بأنه إذا قطع خط خطين مستقيمين بحيث يصنع معه الزاوية في وضع تحالف مجموع قياسهم 180 أو في وضع تناظر متساوف أن المستقيمان متوازي معناته كاف ها يوازي دال وعو لاحظوا إذن هذه الزاوية مع هذه الزاوية 180 إذن أثبتت أن هذا يوازي إيش ها لأن لاحظوا أي خط مستقيم داخل هذه الزاوية يعني تحت كاف ها كاف يعني لو أخذتهم رايح تكون الزاوية رايح تكون الزاوية لتشكل أقل من 180 وأيضا هو لا يوازيه ليش لا يوازيه؟ لأنه عندها يمر بها ها كاف يوازي أجيم دال حسب صحة العبارة رقم واحد لن يوجد أي مستقيم يمر بها ويوازي هذا المستقيم ما عدا هذا المستقيم لأنه هذه المسلمة تقول من نقطة خارج المستقيم يوجد مستقيم واحد وواحد فقط الواحد هذا شو هو ها كاف معناته أي مستقيم ثاني لن يوازي هذا المستقيم بما أنه لن يوازي شو معناته؟ معناته رايحين يلتقوا رايحين يلتقوا بما أنه يلتقوا رايحين يلتقوا من جهة با ودال من جهة با ودال طيب السؤال ليش ما يلتقوش من جهة ألف وجين الآن لو فرضت أنهم يلتقوا من جهة ألف وجين لاحظوا هذا ما دهيك وهذا ما. ورايحين يلتقوا بنقطة ما لنفرضها هنا. من جهة الاف ودع. رايح يشكل عندي مثلث. شو هو المثلث? هيو. شوف النقطة الحمراء هذه. رايح تيجي هيك. 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 لهون. ماشي. الان تكون عندي مثلثين. الزاوية الثلاث والزاوية اربعة من زوايا هذا المثلث. مجموع الزاوية ثلاث زائد الزاوية اربعة كم? هي. اكبر من مئة ثمانين درجة. معناته الشكل عندي مثلث فيه زاويتين مجموع قياسهم اكبر من مئة وثمانين درجة. وهذا مستحيل لانه في نظرية تقول بانه مجموع قياس اي زاويتين في المثلث هي اقل من مئة وثمانين درجة. اذا بالمستحيل انه يلتقوا من جهة الف وجيم بكون الزاوية ثلاثة الزاوية اربعة مئة وثمانين درجة. اذا يلتقوا من جهة با ودع. يلتقوا من جهة با ودع. اذا برهنا صحة العبارة من واحد الى اثنين. بحيث انه اذا كان اه من نقطة خارج مستقيم معلوم يوجد مستقيم واحد وواحد فقط يبر بهذه النقطة. فانه اذا قطع مستقيم مستقيما بحيث انه مجموع زاويتين داخليتين اقل من مئة وثمانين درجة. فانهما سيلتقيان من جهة تلك الزاويتين. الان من اثنين الى ثلاثة. بمعنى ان نفرص صحة العبارة رقم اثنين. اللي هي تقول بانه اذا قطع خط مستقيم خطين مستقيمين لاهتمين بحيث يصنع محهم زاويتين داخليتين في احدى الجهتين. ومجووعة قياسهم اقل من مئة وثمانين درجة فانهما سيلتقيان من تلك الجهة اللي فيها الزاويتين اللي اما مجووحهم اقل من مئة وثمانين درجة. الان شو بدي ابرهم. بدي ابرهم انه الزوايا اللي في وضع اذا قطع خط مستقيم خطير متوازن فانه الزوايا اللي في وضع تبادل شمالها متساوية القياس. الان لنفرض انه عندي الف با وجيم دال خطين مستخبين. والخط ها واو يقطعهم في ها واو. الان شو بدي اثبت بدي اثبت انه اذا عندي هذا مستخيم يوازي هذا هذا قطع. الان لو خط هذه الزاوية اللي هي الف ها واو. هاي الزاوية. والزاوية ها واو دال اللي هي هذه الزاوية. وضعهم وضع تبادل واضح جدا. هادي وضعهم ايش? وضع تبادل. هذه الزاوية معي. لكن شو اللي بدي اثبته? بدي اثبت انه هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. بدي اثبت انه هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. طبعا بدي افرض انه انهما غير متساويتين. اذا افرض بانه الزاوية الف ها واو اللي هي هذه الزاوية. لا تزاوي الزاوية ها واو دال اللي هي هذه الزاوية بما أنه هذه الزاوية غير متساوية معناته إحداهما أقل من الثانية أو نقول بأنه إحداهما أكبر من الثانية وليكن عندي ها واو دال هذه الزاوية أقل من هذه الزاوية اللي هي ألف ها واو إذن فرضت أنه أول شي فرضت أنهم غير متساويتين هاي الزاوية هاي الزاوية وفرضت أنه هذه الزاوية أقل من هاي بما أنهم غير متساويتين معناته احداهما اقل من الثانية. اذا فرضت انه هذه الزاوية اقل من هذه الزاوية. الان لاحظوا عندي. رايح اضيف هذه الزاوية اللي هي الزاوية با ها واو. الى طرفي هذه المتباينة. اذا بدي اضيف هذه الزاوية لهذه الزاوية. واضيف الزاوية لهذه الزاوية. لاحظين عندي. شو رايح يصبح عندي? رايح يصبح عندي با يعني الزاوية با ها واو هذه الزاوية زايد الزاوية ها واو دال هذه الزاوية أقل من إيش أقل من هذه الزاوية زايد هذه الزاوية إذن أقل من ألف ها واو زايد با ها واو إذن هذه الزاوية زايد هذه الزاوية راح يكون أقل من هذه الزاوية زايد هذه الزاوية لاحظوا عندي هذه الزاوية اللي هي ألف ها واو زائد با ها واو هذه مع هذه يشكل عندي زاوية خطية مستقيمة قياسة كم 180 درجة معناته إذا استعطت عنهم بال180 معناته رايح أحصل على أنه با ها واو با ها واو اللي هي هذه الزاوية زائد ها واو دال اللي هي هذه الزاوية أقل من 180 درجة لاحظين عندي أنا حصلت على أنه هذه أقل استبدأت هذا بال180 لأنه هذه الزاوية زائد هذه الزاوية سوى 180 إذن أصبح عندي هذول الزاويتين أقل من 180 الآن بما أنه هذه الزاوية زائد هذه الزاوية أقل من 180 وفقا لصحة العبارة رقم 2 معناته هاي المستقيمات رايحة تتقاطع من وين من جهة با ودا رايحة تتقاطع من جهة با ودا بما أنها تتقاطع معناته هذا إيش يتعارض معيش مع الفرض القائل بأنه ألف با يوازي جيم دال لأنه أنا عندي أصلا ألف با يوازي جيم دال بالمستحيل أنهم يرتقوا لكن نتيجة إضافة هذه الزاوية لهذه الزاوية أصبح عندي الزاويتين هذولا أقل من 180 درجة معناته الفرض خاطئ وعكسه إيش صحيح شو الفرض الخاطئ لأنهما ليس متساويتان إذن الفرض الخاطئ أنهما ليس متساويتان هذا خطئ عكسه صحيح بأنه هاي الزاوية ألف ها واو تساوي الزاوية ها واو الآن من ثلاثة إلى أربعة ثلاثة ماذا تقول؟ ثلاثة تقول بأنه إذا قطع خط خطين مستقيمين متوازين فأنه يصنع معهم زوايا في وضع تبادل ومتساوية القياس الآن أربعة ماذا تقول أربعة؟ أربعة تقول بأنه البعد بين الخطوط المتوازية ثابت البعد بين الخطوط المتوازية ثابت يعني إذا خطت الخطين ألف باو جيم دا خطين خطان متوازين فأنه المسافة بينهم ثابت سواء هنا أو هنا أو هنا أو وين ما رحنا على مدى وين يمتدوا يمين يسار يجب أن تكون إيش متساويتان الآن عندي ألف باو جيم داو خطين مستقيمين متوازين الآن أخذ نقطتين اللي هي النقطة ها وواو على المستقيم ألف باو بحيث تكون هذه النقاط نقاط مختلفة يعني غير متطابقة ثم أقيم أعمدة من ها على من ها وواو على جيم داو يعني عملت العمود ها ها فتحة والعمود واو واو فتحة على وين جيم داو الآن إحنا نفترض صحة العبارة رقم ثلاث دي الزوايا اللي في وضح تبادل شو ما لها متساوية القياس الآن شو اللي بدي أثبت بدي أثبت أنه ها ها فتحة يساوي واو واو فتحة ها ها فتحة يساوي واو واو فتحة من نظرية 28 في كتاب الأصول فأن ها ها فتحة واو واو فتحة متوازيا هذول الخطين متوازين ليش؟ لأنهم الشكل زوايا قائمة سواء قائمة هذه بما أنه عمود هذه قائمة وبما أنه هذا عمود هذه قائمة قائمة زائد قائمة 180 إذن الزوايا في وضع التحالف مجموع قياسها 180 معناته هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم إذن اللحظة عندي هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم وهذا يقتحهم معناة الزوايا اللي في وضع تبادل اللي هي هذه الزاوية اللي هي واو فتحة واو ها فتحة هذه لا يجب أن تساوي الزاوية هذه اللي هي ها ها فتحة واو احتمادا على رقم ثلاثة احتمادا على رقم ثلاثة إذن هذه الزاوية تساوي هذه شكرا الآن لاحظوا لو طبقنا هذا المثلث مع هذا المثلث هذا المثلث مثلث قائل وهذا المثلث مثلث قائل الآن فيه زاوية تساوي زاوية زاوية تساوي زاوية وعندي هذا وتع من تطابق المثلثات القائمة الزاوية المثلثات المتطابقة الزاوية تتطابق ب ظلع وزاوية حادة الزاوية الحادة هذه مع هذه وهذا عندي اللي هو الوتر هو ظلع وبيزاويتين قوائم عنه إذن ينطبق المثلثان بما أنهم رايحين ينطبق المثلثات شو رايح يصير عندي رايح يكون ها فتحة يساوي واو فتحة معناته ما عملت إلا أنا طبقت هذا المثلث مع هذا عندي مثلثين قائمات زاوية هذا مشترك هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية اعتمادا على أنه زوايا في وضع التحالف رايح أنه يكون متوازيات هذه واعتمادا على الثلاثة أنه هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية ومن تطابق المثلثات ينتج عندي أنه هاها فتحة يساوي واو وفتحة إذن البعد بين المستقيمات المتوازية شماله هو ثابت الآن من أربعة إلى خمسة أربعة ماذا تقول بأنه البعد بين المستقيمات المتوازية ثابت خمسة ماذا تقول تقول بأنه يوجد مثلث مجموع قياس زاوية يساوي 180 درجة هذا اللي بدأ برهن من صحة العبارة أربعة التي تقول بأنه البعد بين المستقيمات المتوازية ثابت بدأ برهن صحة بأنه يوجد مثلث مجموع قياس زاوية يساوي قائمتين أو يساوي 180 درجة الآن اللي يكون عنا الخط المستقيم ألف باء وجيمدال هاي الخط المستقيم ألف باء والخط المستقيم جيمدال بحيث أن ألف باء يوازي جيمدال بحيث أن ألف باء يوازي جيمدال الآن بدي أخذ النقاط اللي هي النقطة ها وكاف على جيمدال ثم من هذه النقاط ها وكاف أقيم أعمدة على ألف باء أقبت العمود ها ها فتحة إذا تصبح هاي الزاوية قائمة والعمود كاف كاف فتحة تصبح هذه الزاوية قائمة الآن ما بين النقطتين ها فتحة وكاف فتحة بدي أخذ النقطة واو فتحة ثم أقيم عمود منها وين على جيم دالي هو العمود واو فتحة واو إذن هذا عندي عمود هذا عمود وأصبح هذا عندي إيش عمود لأن بما أنه هذا عمود إذن هذا المثلث قائم الزاوية وأيضا بما أنه هذا عمود هذا المثلث أيضا قائم الزاوية أيضا بما أنه هذا عمود هذا المثلث رايح يكون قائم الزاوية وأيضا هذا العمود رايح يكون عندي عفوا هذا المثلث أيضا رايح يكون قائم الزاوية بمعنى أنه عندي أربع مثلثات واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع مثلثات كل مثلث منها مثلث قائم الزاوية الآن لاحظوا عندي لو أخذت هذا المثلث وهو هاو فتح هاو فتح ها ما هذا المثلث وهو فتح هاو هاو فتح إذن مثلثين كل منهما وثلث قائم الزاوي هذا الظلع يساوي هذا الظلع وهذا وهو يشكل وطر لأن الوطر يقابل الزاوي القائمة هنا وهنا يقابل الزاوي القائمة هنا إذن ظلع يساوي ظلع ووتر يساوي إذن ينطبق المثلثان القائمة الزاوية هذا وهذا بدلع ووتر ويش ينتج عندنا ينتج أن هذه الزاوية تساوي ها فتحة إذا نتذكر عندي من هنا أثبتت أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية الآن بنفس الإسلوب أطبق هذا المثلث مع هذا المثلث برضو هذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا مشترك فينتج أنه عندي هذه الزاوية اللي هي كاف فتحة. واو فتحة كاف هاي الزاوية. تساوي هاي الزاوية اللي هي واو فتحة كاف واو. اذا اثبتت انه هاد الزاوية تساوي هاد الزاوية وهاد الزاوية اثبتت تساوي هاي الزاوية. الان لاحظ عندي. لو اخرت هاد الزاوية. اللي هي ايش? كاف فتحة واو فتحة كاف. زعت هاد الزاوية اللي هي كاف وفتحها زائد هذه الزاوية اللي هي ها فتحها وفتحها كم تساوي مئة وثمين درجة لأنها تشكل عندي هاي الزوائد الثلاثة يشكل زاوية خطية مستقيمة قياسها مئة وثمين درجة الآن لاحظوا بدي أستبدل هذه الزاوية بهذه ليش؟ لأنها تساوي هاي أثبتها من التطابق وبيدي أستبدل هذه بهذه الزاوية ليش برضو أثبت تساويهم من التطابق فشو يصبح عندي هذه الزاوية زائد هذه الزاوية زائد هذه الزاوية قديش مئة وثمين درجة ليش؟ لأنه هذه زائد هذه زائد هذه مئة وثمين درجة الآن استبدلت هذه الزاوية بهذه الزاوية واستبدلت هذه الزاوية بهذه الزاوية يصبح أنه هذه الزاوية زائد هذه الزاوية زائد هذه الزاوية كم مئة وثمين درجة لكن هاي الزوايا وين موجودة؟ موجودة في المثلث واو فتحة ها كاف إذن في عندي مثلث اللي هو واو فتحة ها كاف مجموع قياس زاوية اللي هي هذه زاعت هذه الزاوية زاعت هذه الزاوية كم مية وثمانين درجة إذن هنا استطعت أني أوجد أو أرسم مثلث بحيث أنه مجموع قياس الزاوية الثلاثة مية وثمانين درجة الآن من خمسة إلى ستة خمسة ماذا تقول اللي هي أثبتها أنه يوجد مثلث مجموع قياس زاوية يساوي مية وثمانين درجة تكتثبت رقم ستة والتي تقول بأنه مجموع قياسات زاوية أي مثلث يساوي قائمتين أو يساوي مية وثمانين درجة هذا أسيب تمرين إلكه وإن شاء الله أنكم تتطلعوا عليه وتحللونا إياه وبهذا تنتهي موضوعنا اليوم أو محاضرتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر